صباح الخير أهلا بكم كيف حالكم من يتابع سلسلة في لينوكس في دقائق من يتابع هذه السلسلة يخبرني اسمها في خانة تعليقات هل فعليا تستفيدون منها هل تتابعونها بالتدريج أو بالترتيب الفيديوهات يعني أذكركم إذا تتابعون هذا الفيديو أول فيديو في السلسلة هو أن هذه السلسلة فعليا تبدأ من الفيديو لينوكس في دقائق رقم 12 وليس رقم 1 باقي الفيديوهات هي فيديوهات فقط عشوائية فإذا الفيديوهات المرتبة تبدأ من رقم 12 والآن نحن أعتقد في رقم 53 أو 54 لا أعرف فالآن اليوم سنستمر مع change ownership و change mode لكن ما الشأ الذي أريد أن أفعله اليوم لا أعرف حقيقة فدعونا نرى فإذا لنرى سأقوم بlist الملفات لدي فدعونا نرى list-l root file فسنجد أن root file الشخص المالك هو نورس المجموعة المالكة class A سنجد أن الصلاحيات المتاحة للمالك وهو نورس في هذه الحالة هي read-write فقط وليس execute الصلاحيات المعطة لأعضاء المجموعة المالكة التي هي class A هي لا شيء إذا نلاحظ three dashes ويوجد ثم خنات أخرى ثلاثة لا مشكلة الآن أنا أريد أن أعطي أعطي أو أعضاء group class A أريد أن أعطيهم صلاحية القراءة لهذا الملف فكيف ذلك؟ فبداية سأكتب sudo change mode جيد وأنا أريد أن أغير ملف root file.txt صلاحيات هذا الملف أريد أن أعطي للgroup فإذا جي أريد أن أعطيه القراءة فإذا سأكتب R جيد R يعني read فكلمة مرور الroot الآن إذا عط إلى less فإذا سأجد أن أصبح الgroup لديه صلاحية القراءة طيب من هم أعضاء group class A يمكن أن أكتب cat etc group وهنا أكتب grab class A فإذا الأعضاء هم علي والسند ونورس فإذا الآن إذا ذهبت exit وقمت بكتابة سند هنا وقمت بكتابة 456 هذه كلمة مرورة اتخلت الآن بحساب سند who am I I am sند الآن وأنا أريد الذهاب إلى cd home notice وقمت بكتابة وقمت بكتابة وقمت بكتابة وقمت بكتابة less صلاحية فإذا دعوني أغلق no فإذا أغلق exit وسأذهب إلى حساب نورس مجددا جيد والآن مرة أخرى less root أنا أريد أن أعطي أي group أو أعضاء أو مشتركي group class A أريد أن أعطيهم صلاحية الكتابة على الملف كيف ذلك سأكتب sudo change mode والفايل الذي أريد تغييره هو root file.txt وأنا أريد أن أعطي group أو مشتركي group صلاحية write w فإذا write write w فإذا سأكتب plus w سأقوم بالنقر على enter فإذا كلمات مرور root ها هي مرة أخرى إذا قمت less فسأجد أن group الآن لديهم صلاحية read وwrite وليس لهم صلاحية execute كما تلاحظون فالآن إذا قمت exit وذهبت إلى senate 456 مجددا وذهبت إلى cd home noris جيد وlist l file عفوا root نحن نحتاج root file جيد فالآن لدي صلاحية القراءة والكتابة على الملف يعني يمكنني عد الملف جيد ويمكنني التعديل على إذا كتبت nano root file جيد يمكنني أن أضيف عليه فسأكتب this line is added by senate جيد و exit و exit وأعود لنورس جيد 1 2 3 و مرة أخرى cat root file سأجد أنه تم إضافة line لأنه قم بإعطاء أعضاء لgroup صلاحية الكتابة عن الملف أيضا إذا ذهبت لحساب علي فإذا أنا الآن بحساب علي سأذهب إلى cd home جيد نورس وسأكتب nano root file فالآن سأكتب سطر جديد سأكتب this line is added by علي جيد بحفظ وللتأكيد من أنا هو am I أنا علي فإذا نورس مجددا والآن إذا قمت بكتاب cat root file لاحظوا this line is added by علي أيضا لما إضافة line فأنا قم بإعطاء أعضاء group صلاحية الكتابة على هذا الملف فإذا ممتاز يمكنني أن أعرض تغييرات التي أقومها على الملف أي يعني تغييرات الصلاحيات أنا أعرضها أمامي حتى أفهم أكثر ما الذي حصل كيف ذلك فمثلا سأكتب هنا sudo change mode وأنا أريد أن أعطي للgroup حقية execute فلاحظوا ممكنني أكتب في السابق هنا نكتب plus x تعني أن أعطي صلاحية execute لكل الناس لكل الناس للgroup للمالك لكن عندما أكتب أنا group plus x يعني أعطي الصلاحيات execution أو التنفيذ فقط فقط للgroup والآن اسم الملف root file جيد ولكن قبل هذلك سأكتب هنا خيار اسمه changes option أو argument changes هذا يعطيني فكرة ما الذي حصل فعليا فإذا enter فإذا لاحظوا سيقول أن mode of root file dot txt change from رقم معين وأيضا أعطينا الكتابة التي هي read write execute لا هذا للمالك هذا للمالك عفوا للمجموعة أصبحت كانت read write أيضا بدون execute ولl others cannot read فقط هذا كانت وأصبحت لاحظوا أعطانا رقم معين ثم قال أصبحت read write للمالك و read write execute للمجموعة و read فقط ل others سنتحدث عن others لاحقا ف الآن فهمنا أكثر ما الذي حصل لكن ظهرت لدينا أرقام هنا هذه الأرقام غير واضحة أو غير مفهومة ماذا يعني 6 6 4 و ماذا يعني 6 7 4 ف دعونا نفهم ذلك فالآن سأكتب مرة أخرى list l root file جيد فبداية لدينا المالك هذا الملف لديه صلاحية read و write و ليس له صلاحية execute كل رقم من هذه كل حرف من هذا هو عبارة عن رقم فإذن read هو عبارة عن 4 جيد write هي عبارة عن 2 والexecute عبارة عن 1 غير موجود فبالتالي هو 0 فالآن الرقم الناتج الذي أصبح لدي هو 6 جيد فأما بالنسبة للgroup فإذا لاحظوا لدي read write execute فإذن read 4 write 2 و execute 1 فالناتج هو 7 فإذن أصبح لدي الرقم 6 7 هنا كيف أكتب ذلك فإذا أكتب ذلك كيف أكتب ذلك فأكتب sudo change mode سأكتب changes لأنه فعليا أريد رؤية التغييرات التي حصلت أريد أن أعطي user المالك فإذا u u يعني user فإذا أنا أريد أن أعطي user المالك أو u أريد أن أعطيها execute فإذا plus x والملف هو rootfile.txt فإذا لاحظوا الشيء الذي مكتوب هنا rootfile.txt change from 674 لماذا 674 نحن فهمنا الشيء قبل قليل وأصبح الآن 774 ماذا يعني 774 فإذا لأن user لديه صلاحية read write execute read 4 و write 2 و execute 1 وبالتالي الناتج 7 فأول رقم كان 7 بالنسبة للمجموعة المالكة read write execute نفس الشيء 4 plus 4 plus 2 plus 1 الجواب 7 فإذا كان الرقم الثاني 7 وبالنسبة لل others سأتحدث عنها لاحقا فإذا read dash dash يعني 4 plus 0 plus 0 فإذا الجواب هو 4 فكان الرقم الأخير هو 4 بالنسبة للرقم الأول الزير الذي تجدون هنا سنتحدث عنه أيضا لاحقا ولكن اهتموا بالأرقام 7 الذي حصل فإذا الآن نورس لديه حقية أن يقوم بتنفيذ هذا الملف هذا الملف ليس تنفيذي فعليا لأن إذا قمت الآن بعرضه ستجدون هو مكتوب فيه فقط كلام فلا يوجد فيه تنفيذ فإذا قمت مثلا plus root بهذا الشكل فإذا لاحظوا سيقول command not found يعني هذا ليس فعليا ملف برمجي فمرة أخرى لست الroot فإذا الآن أنا أريد أن أمسح صلاحية الexecute من النورس فسيكون sudo change mode سأكتب changes لأرى التغييرات وهنا سأكتب user لا أريد منها الuser المالك لا أريد أن أعطيه صلاحية التنفيذ فسأكتب minus x سأأخذ منه سأسحب منه وسيكون الملف هو root file جيد فإذا سيقول الآن تغير لاحظوا الرقم الآن تغير الرقم الأول تقريبا أو الثاني يعني بعد الزير وستة أصبح كان سبعة لأن أخذنا منها execute رقمها واحد فإذا أصبح 7 minus 1 6 طيب إذا أردت أن أخذ منها أيضا صلاحية الright فإن سنكتب user minus w فالآن توقع الرقم ما الذي سيحصل 6 minus 2 الآن ستصبح فإذن النتيجة ستكون 4 الآن فإذا enter فلاحظوا 474 جيد الآن إذا حاولت نورس الآن أنا مالكة هذا الملف جيد فالآن مرة أخرى ها هو الملف لاحظوا كيف أصبح أصبح فقط الآن نورس لديها صلاحية أن تقرأ الملف طيب ماذا لو أردت أن أخذ من هذه الصلاحية فإذا change mode وأريد أن أرى changes وأريد أن user أن أخذ منه صلاحية read u minus r root فإذا لاحظوا أصبح الآن 00 فإذا لأن لا يوجد شيء ليس لديها صلاحية read or write or execute الآن إذا قم بكاد root يقول permission denied لماذا لأن ليس لدي هذه الصلاحية فإذا هذا بالنسبة لموضوع الصلاحيات لم ننتهي منه قلت لكم علينا أن نقضي وقت بموضوع الصلاحيات لأنه موضوع شائك للبعض السبب أن عندما يشرح الشخص عن الصلاحيات ينسى الحديث عن الأساسيات يعني يوجد موضوع بسيط جدا مثلا عندما نقول أن مثلا المجموعة المالكة مثلا هذه الفكرة ماذا يعني المجموعة المالكة أو ماذا يعني أن أعطي صلاحيات للمجموعة بكل بساطة باللغة العربية أن أعطي صلاحيات لأعضاء هذه المجموعة ونحن اختبرنا ذلك اليوم البارحة أن كيف أعطي الصلاحيات لأعضاء المجموعة وكيف فعليا هي تؤثر على أرض الواقع يعني عندما يمكن للشخص أن يقوم بتعديل ملف أو لا يمكن حسب الصلاحيات التي أنا أعطيها للمجموعة فإذا ما فائدة موضوع مثلا دعونا نسأل سؤال ما فائدة أن نضع صلاحيات للمجموعة فالهدف فأحيانا أنت تكون مثلا مالك هذا الملف ولديك صلاحيات read write مثلا أو لديك كل الصلاحيات جيد لكن أنت تريد أن تجعل بعض الأشخاص أيضا يقوم بالتعديل على هذا الملف أن يقوم باستخدام هذا الملف أو عرض هذا الملف ليس شخص واحد بل عدة أشخاص فماذا تفعل تنشأ لهم مجموعة وتضيف لهذه المجموعة وتجعل class A فالآن مجموعة class A كلهم لهم حقيات مثلا read write على الملف بالرغم أنهم ليسوا مالكي هذا الملف مالك الملف شخص آخر فإذا هذا نوع من التنظيم بموضوع الصلاحيات فإذا هذا كله لهذا اليوم فنستمر سنطيل الحديث عن موضوع الصلاحيات ولكن هذا شيء جيد فإذا نلتقي لاحقا